بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتنتبه العقول وتسعد الأجواح دي حلقة من سلسلة حلقات حجمة الحياة الحلقة المهاردة عنوانها الأماني غرس العدو الأماني غرس العدو طبعا هذه عبارة مولانا محمد ابن عبدالجبار النفري صاحب المواقف والمخاطبات هذا الكتاب اللي أشبه بالكتب المقدسة واللي نتمنى أن كل جملة فيه نعمل لها حلقات بس أملي مبدأ أنا حبدأ من الشعر إيطاليا الكبير دانتي إلاجري اللي تولد 1265 توفى 1321 يعني جزء من القرن الـ 13 وقرن الـ 14 فيه كتابه الأهم الكوميديا الإلهية على باب الجحيم على باب الجحيم كتب إيه؟ أيها الداخلون اطرحوا عنكم كل أمل يعني تصور عن الجحيم أن لما يبقى الناس ما عندهمش أمل هو ده الجحيم أن يفقد الناس الأمل طبعا النظرة دي أنا عايزها تبقى في فعل حضرتك علشان اللي جايدة طيب إحنا جميعا لما كنا صغيرين في بدايات التعليم صغيرين خالص أطفال كانوا أهلنا بروعدوا تكلمونا عن أهمية إن إحنا نطلع الأول تطلع الأولى وتبقى متفوق وإن شاء الله تطلع حاجة كبيرة دكتور بقى مشهور مهندس غاني حاجات من النوع ده الفكرة دي فكرة اللي بيتم بسها في عقول أطفالنا هي من أكتر الأشياء اللي بتتعارض حقيقة مع توجهنا روحي لما يكون ربنا يعني يأذن لنا ويبقى فيه توجه روحي صحيح الإنسان خليفة الحق على الأرض لكن لكن هل هذه الخلافة تعني العلوه في الأرض ثم سؤال اللي بيقوله لنا مولانا جلال الدين الجومي أنت أيها الإنسان كم مرة تصرفت الخليفة وصحيح الدنيا مزرعة الأخير وإحنا موجودين في الدنيا لأعمار الدنيا لكن هل الأمال والطموحات المادية والرغبة في العلوه في الأرض دي كلها لا تتعارض مع النظرة الحكيمة باعتبار أن انت يا أيها الإنسان مجرد عابر سبيل الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا تلك الدار الآخرة نجعلها المين للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسان النفاية بيقول لنا لو صلحت لشيء ما أبديت لك وجهي خد بالك يا أيها الإنسان لو أنت صلحت لشيء يعني لو أنت نجحت في هذه الحياة الدنيا بقوانين الحياة الدنيا أنت كده خلاص هتبقى أنت فين والحق سبحانه فين يعني أنك أنت تشتبك مع الدنيا وتفهم قوانينها وتنجح بقوانينها أنت خلاص بقيت في مغروز في علم المادة لو صلحت لشيء ما أبديت لك وجهي في موقف مسميه أن الفرق لا تفارق اسمي بيقول الأماني غرس العدو في كل شيء في كل شيء بيقول التمني من كذب القلب هذه الأمنيات هذه الأمنيات اللي بيحطوها الناس في قلوبهم وأقولهم طبعا كل هذه التمنيات هي تمنيات يا إما استحواز وامتلاك يا إما علوه في الأرض كل هذه الأماني دي غرس العدو بيقول إيه النفري إذا وقفت بين يديه على سن الحق سبحانه إذا وقفت بين يديه ناداك كل شيء فاحظل أن تصغي إليه بقلبك فإذا أصغيت إليه فكأنك قد أجبته يعني أنت لو أصغيت إلى الحاجات اللي بتناديك دي الدنيا عالم الدنيا دي فكأنك أجبته لكن السؤال اللي إحنا بنسأله هل إحنا بنبقى وقفين بين يديه في الصلاة بس أما ده إحنا وقفين بين يديه طول الوقت قل إن صلاتي ونوسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإحنا على طول بين يديه فعلى طول مش مفروض تجذبنا الأشياء مش مفروض تدعونا فنقوم إحنا نصغي إليها بقلوبنا هو بينبهنا لده ولذلك بيقول في هذا الموقف أحبابي الذين لا رأي لهم ليه لأنه هو الوحده اللي لي رأيه هو الوحده اللي بيقرر الدنيا دي كلها العالم ده كله وعالمك انت الشخصي بيسير طبقا لوئيته هو مش لوئيتك انت طبقا لوئيته هو مش لوئيتك انت طبقا لما يقرره هو ولذلك انت أحبابي إيه وموقفهم إيه لا رأي له لازم نشير إلى أن كلمة الأمل سكرت في القرآن مرتين فقط مرتين فقط مرة في صورة الحج ومرة في صورة الكهف في الأولى زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون يعني الأمل هنا عملية إلهاء البشر بيلهوا نفسهم بهذه الأمال الأمال اللي بتمنعهم عن معايشة اللحظة معايشة الواقع تي أوهام أوهام بيعيشوا بيها الآية التالية في صورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا مفروب والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملها ده الحقيقي مش المال والبنون دي ولا الأمال والطمحات الباقيات الصالحات هي دي خير عند ربك ثوابا وخير أملها وطبعا مش مفروض إنهنا نقف نرفض بقضية الأمل بالنظرة الروحية دي فنقوم ننتقل ونتكلم على اليأس إطلاقا لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون لكن الفكرة في قضية الأمل هي قضية أوهام تمنعك عن معايشة الواقع وفكرة إنها علو في الدنيا في الأرض دي هذي هي الجانب المرفوض ولذلك إن الفاعل يقول إيه في هذا الموقف إن لم ترني فلا تفارق اسمي يعني لو ما وصلتش لمقام إنك ترى الحق سبحانه وتعالى فأعرف فلا تفارق اسمه فأعرف إنه هو على الأقل شايفه هو على الأقل شايفه فلا تفارق اسمه دي رسالة سريعة جدا بترفض فكرة الأوهام وبيخلينا يعلمنا إن الفجر إن الأماني هي غرس العدو وإن إحنا يجب إن إحنا نلتزم بإيه باليقين ونلتزم بحسن الظن بالله وهذه هي الحكمة ضالة المؤمن ورأس الحكمة ما خافته الله